اهلا بكم اخوة الاخوات في فيديو جديد على قناتكم اجنر السبور هذا اخوكم يوسف تنحيكم وانتمنى تكونوا في صحة جيدة اه وتكونوا على ما يرام اليوم الاخوة الاخوات سنذهب الى فريق الرجاء البيضاوي الفريق العالمي الفريق العريق الفريق المثل المغرب في عدة مناسبات قارية وعالمية ايضا احنا لا نستطيع ان نساو الموندياليتو او الموندياليتو تنظم ديال البرازيل وما قدروش ان نساو الموندياليتو اللي تنظم في المغرب والوصول حتى النهائي وآآ يعني تنقى بقاوسين او ادنى من الفوز بالموندياليتو لو لا تباصيل صغيرة لو لا تجربة اللاعبين ديال بايير ميونيخ رحنا اهد شي ما قدروش ان نساو بطبيعة الحال ولذلك تتعتبر لهذا عفوا انك تتعتبر فريق الرجاء البيضاوي هو فريق عالمي بطبيعة الحال اه الماشي الاخوة الاخوات اه دابا اللي كان ماشي في الملعب وانما ماشي على مستوى المكتب المسيير الفريق الرجاء البيضاوي حيث انه كان واحد جزا الكبير هذي الايام هذي اه بعد اه اه ما عزيز البدراوي خرج وقال انه غيقدم استقالة دياله تبرو رمجة مع عام اللي غدي يكون غدى ان شاء الله اليوم ستو عشرين اه ماي الفين وتتو عشرين نهار جمعان ان شاء الله فلاشية غادي نشوفو الرئيس الجديد ديال فريق الرجاء البيضاوي وطبيعة الحال هنشوفو حتى اه يعني اه الحاصيلة ديال الرئاسة ديال عزيز البدراوي غا نشوفوش حلخسر اه يعني شحر بحط الراجاج حلخسرت ديال الفلوس كل شي غادي نشوفوه ان شاء الله اه واضي تساعة غادي عاد نقدر نحكموه على الفترة الرئاسية ديال عزيز البدراوي اه باش ما ندخلوش متفاصيل اكترا نخلي واشي حتى المور الجمع العام ده بس سؤال هو شكون في نظركم اللي غادي يكون رئيس الرجاء البيضاوي القديم هل هو السعيد حسبان هل هو محمد بودريقة هاد جوج ديال الاشخاص كلهم عارف الرجاء وعارف المحايد الرجاء اه بودريقة كان رئيس الرجاء والطبيعة الحال حتى حسبان اه حسبان كانت نضجة في الفترة الرئاسية دياله وتل جمهور ساخط وشبعه في سبان بهذا المعنى هادا فهذا الشي اللي ادى بي انه يقدم استقالة دياله ويمشي في حاله اه هواع وضرجع بودريقة هوا يعني اه دام عارف الرجاء الالقاب لكن بشاء اخلى الرجاء مديونة رغم انها يعني ادت القاب كثيرة ووصلت تحت المونديالي توصلت الفينال والهيبة الملكية وزيد وزيد فهالفلوس في نمشات في ديروقيتها الله اعلم احنا ما عرفناش لكن بودريقة مرة اخرى كي عاودي يرجع وكي عاودي يحط البرنامج دياله وترشح للئاسة فريق الرجاء البيضاوي انا رأيي المتواضع كبالي ان فريق الرجاء البيضاوي ما عندوش مشكلة رئيس وانما مشكلة محيط خاص يتنقى المحيط ديال فريق الرجاء البيضاوي لابغوا انها تقدر القدام راحنا شنال بدراوي شنو قال ويقدر فيديو قبل ما نعود وعودني الهادرة مرة أخرى تقدروا ترجعوا لي اتصنتوا الدرش اللي قال عزيز البدراوي طبيعا الحراني حلتوا البارح رأيتين فيديو في القناة باش منطولوا في هذا الفيديو هاتش اللي كان غدا ان شاء الله غانشوفو نتمنو 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 الرجاء هذا الفرق كان بغوها دائما تكون بخير لأنها من المصلحات الصورة المغرب والمصلحة الوطنية يكونوا هاتفرقية بخير لا الرجاء الويضاوي لا الويداد لا الجيش لأنها تشبرت كلها المغرب الفاسي هادو فروق عريقة فروق اللي اللعبوه يعني الدوء القاب فارغ هما الصورة دي المغرب في الخارج أرض الوطن فلهذا نتمنو لهم التوفيق بخصة الرجاء الويضاوي اللي كي مرمض مرحلة الفراغ اللي طولات صراحة بزاف فارغ كبير بحال فارغ الرجاء الويضاوي كيكونوا مداخل الجماهير مداخل دي المستشهرين زيد وزيد ألقاب تجي يعني رغم الصعوبات تدو ألقاب لكن فيك تشد فلوس الله أعلم من الرجاء الويضاوي إذا بحاليا خمسة عام وقت تخبط في هاد المشاكل السيرية والأزمة المالية رغم يمكنش فريق كبير بحال فريق الرجاء الويضاوي يعاني من هاد المسائل هادو تعتبروا باديهيات يقدر الفرقات تمرر من مرحلة فراغ على مستوى التقني مثلاً على مستوى اللعب لمستوى اللعب لمستوى اللعابات تكونوا مشيف نهارهم ولا تكونوا تمرر من مرحلة فراغ تقدر تطول تلت شهور ربعا شهور تلعام لأن الفرق الكبير كما يقال تمرض ولا تموت نتمنى الخير للرجاء الويضاوي وتكون هذه هي اخر 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 يعني مشاكل فريق الرجاء وتبدأ مرحلة جديدة مرحلة الازدهار وماشي مشكل ماشي عيب ما يدوش اللقاب عام ولا عامين ماشي مشكل ولكن غير تكون واحد البناء يكون واحد الاستقرار مادي استقرار دي المكتب المثير ونتمنى الخير ان شاء الله والجمهورته ونتمنى انه يكون تتحلى بالصبر لانه احنا شنا الجمهور الرجاء الويضاوي دائما ما كيصبرش على الرؤساء داروها مع حسبان داروها مع البدراوي فنتمنى الخير هذا مكان نحييكم من قناتكم اغريد اش سبور والسلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته